نحن لسه مع بعض في رسالة بوليس إلى أفاسوس نحن لسه في الأصحاح رقم خمسة وكان الأصحاح رقم خمسة المسيحي في حياته الإجتماعية يعني أي إنسان فينا في حياته الإجتماعية كان يتحرق بالزي بوليس الرسول عاوز يحط إيدينا أن الحياة الإجتماعية جزء لا يتجزأ من حياتنا مع ربنا وهو يحط القانب ده علشان نكون مش بصين على حياتنا في داخل الأسرة على حساب ربنا ولا على حساب ربنا على حساب النحية التانية مع مصرتنا هو مش عايز يخلينا نجزأ العلاقة مع ربنا عن العلاقة ما بيننا وبين الأسرة هو مش عايز يعمل ده فعلشان كده رح حاطت لنا حبة سلوكيات وهو بيحط السلوكيات دي لنا وكان حاطتها الأهل أفسوس لأن أهل أفسوس زي ما أنا قلت قبل كده كانوا متحولين من الأمم إلى المسيحية فكانت حياتهم قبل المسيحية كانت حياة مختلفة لكن كان فيها نوع من الفساد كان فيها نوع من الرشوة كان فيها نوع من المحسوبية كانت فيها نوع كتير قوي لكن لما ابتدى يقفتهم على أول العتبة مع المسيح ابتدى يقول لهم لا خدوا بالكم بقى أنتوا لابد أنكم تغيروا حياتكم تماما حياتك قبل كده كانت حاجة لكن حياتك بعد كده مع ربنا دي حاجة تانية لابد أن تسلق فيها سلوك مختلف قال لهم قبل كده أنتوا كانت حياتكم كلها عبارة عن فساد في كل الاتجاهات لكن لابد من المحبة علشان تقدر تكون منفتح على نفسك وعلى الآخرين لكن الفساد بتبقى بصص على نفسك بس لكن كمان عشان تبص اللي حواليك لابد أنك تعرف إيه تحب اللي حواليك علشان كده كان يقولهم كونوا متبثلين بإيه كأولاد متمثلين بالله كأولاد إيه أحباء وهو بيقولهم الكلام ده طلب منهم دي أول نقطة السلوك بالإيه بالحب عشان ينطرد إيه كل أنواع الفساد اللي في داخل الإنسان قالهم كمان مهمة قوي أنك تسلك في النور قبل كده كنت حاجات كتير بتعملها في الضلام وكانت كل أعمالك كلها في الضلام ومحتنش يعرف حاجة عنها لكن لما ابتدت تحط لجلك على أول العتبة مع المسيح لابد أنك كل شيء تعمله في إيه في النور ما تعملش حاجة في الزلام وما طلب عاديها التبقيق في السلوك والإيه والعباد آخر آية بدت بيها في أول القطعة دي آخر آية كانت استيقظ أيها النائم وكن من الأموات فيضيء لك المسيح وهنا بيقصد مين بالنائم لإنسان النام اللي هو في الخطير بيقوله أنت عايز تغضل في حالة النوم بتاعتك ولا أنت عايز تطلع لحالة الصحيان والاستيقاظ والعمل والجد لو عايز تطلع لده قوم قوم من خطيطك قوم واستيقظ قوم وفوق لأن الزمن اللي أنت فيه ما بقاش الزمن بتاعك لأن أنا بدعومه أقول لك قوم قالي الكلام دوت لمين لبولس الرسول قال له خلاص اللي أنت كنت فيه قبل كده حاجة تالية قوم فوق من اللي أنت فيه قوم واستيقظ مين اللي بيكلمني أنا المسيح الذي أنت تطلع أنت الزمن دوت زمن تغيير زمن تغيير لك عشان تبدأ مرحلة جديدة فعلشان تبدأ مرحلة جديدة معايا مهم من أنك أنت تصحصح تفوق لنفسك وعلشان تفوق لنفسك لابد أنك تترك حياتك القديمة وتبتدي كل حاجة بدقة علشان كده رح آي الأول كلمة فانظروا انظروا انظروا كيف تسلكون بإيه بالتدقيق لا جاب هلاء بل حكماء مفتديين الوقت لإن الأيام ودول الآية الثلاث آيات اللي هنتكلم النهاردة فيه دول الثلاث آيات اللي احنا هنتكلم فيه أول مقطة السلوك بتدقيق يعني هو قال لهم كده انظروا يعني بص لنفسك أنك تمشي بتدقيق يعني إيه أمشي بتدقيق أول حاجة أنك تخلي عينك مفتوحة خلي عينك مفتوحة علشان تسلك بتدقيق عينك دي تكون مفتوحة مش مقفولة يعني مش كل حاجة بتتعمل قدام عينك تعملها لأنك انت المفروض حطيت إيدك على المحراص إزاي ترجع لورا إزاي تبص اللي بيتعمل وتعمل زيه لا خليك حكيم حبة أنت بتديت حياة جديدة ابتديت حياة مع المسيح جديدة فبقيت إنسان جديد مش كل اللي بيتعمل قدامي أعمله مش كل الهيسة بتهيس أريس معاك مش كل زيت أريس معاك ما ينفعش فخلي عينك مفتوحة السلوك بتطقيق مهم جدا في الحياة المسيحية للي عينه محطوطة على الهدف الشخص المستنير هو اللي عينه دائما مفتوحة عشان كده بجلهم أنظروا بص بص وقيم ودأ مش علشان فرح أمسك عصايا ورقص مش علشان فرح أحزم ورقص ما ينفعش الحياة لي كانت موجودة قبل كده لكن بعد كده ما بقتش موجودة السلوك اختلف بقى في حاجة اسمها ينفع وما ينفعش كان الأول كل حاجة تنفع لكن لما حطيت رجلي على أول الطريق لا لازم بقى أعمل وقفة واسأل نفسي ينفع ولا لا فأصبح أني مهمة جداً أول مقطة وهو أني أدأ في سلوكياتي بالعين بالعين المفتوحة العين المفتوحة تقولني كتير قوي تقولني المسيح آه أصلاً عيني مفتوحة على حاجتين على الأحداث وعيني مفتوحة على الكتاب ألقط من الكتاب فالروح يحرقني إن أنا أعمل أو ما ماش لإيه لإيه هو اللي بيحرقني إيه الدوافع بتحتي اللي بيتحرقني هل إيه الدوافع شخصية ولا الدافع الأساسي عندي في حياتي اللي حرقني هو كلمات الكتاب فكلمات الكتاب هي اللي تتحرقني هي الخريطة بتحت اللي بنش عليها والروح جواية هو اللي ينبهني أعمل أو ما ماش طيب لو ما كانش فيه روح يبقى أنا ما سلكتش بتدقيق يبقى أنا ما حطتش ريكلة على أول الطريق يبقى أنا مش سالك ومش عين على الملكوت يبقى أصبح يبقى أصبح أني مهمة قوي حتة التدقيق نقطة تالية نقطة تالية انظروا كيف تسلكون بالتدقيق نقطة تالية إنك تتصرف بإيه بحكمة عشان كده يقول لنا إيه يقول لنا إيه لا جهلاء بل وحكماء يعني هنا النقطة الأساسية اللي ربنا عايزني أفكر فيها بالسلوب التدقيق يعني إن أنا أتصرف بحكمة ما كونش جاهل الجاهل هو اللي بيغمى بعينه عن كل الأحداث ويعمل زي كل الناس فما بينتبهش النفس غلما إيه لما يقع لكن الرجل الحكيم هو اللي دايماً بيفكر في الأحداث بيفكر في الحدث وبيفكر في الأمور وبيبص نفسه هل أنا فعلاً بسلك بتدقيق؟ ولا لا الأمر يتحط فيه يفكر لو حكيم يفكر لكن لو جاهل يغمض عينه الأحدى دي أنا أتحطط فيها يا إما قاعد وكمل يا إما أخد بعضي ومشي طب فيها إيه يعني الأحدى دي؟ ما قاعدة ظريفة وأصدقاء حلوين يعني الأحدى حلوة يعني إيه يعني مرة؟ مرة في السنة يعني إيه مش كدة؟ مرة في السنة وإحنا قاعدين كده بنهيص و ونشرب و إيه مش كدة يعني؟ أنت بتحبكها ليه؟ أنت بتحبكها ليه؟ لا أنا مش بحبكها أنا اللي يحرقني هو روح الله اللي يحرقني كلمات الكتاب اللي بقالي إنك ما تشبعكش إزاي أشرب؟ بس ديه مرة ما تحللش وما تبررش الجاهل يبرر لكن الذي يتصرف بحكمة لا بعد إذنكم أنا مش هقدر أكمل معه علشان عندي كذا وكذا 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 يتصرف بلا باقة ويأخذ بعض ويقوم أنا بس لك بإيه؟ بحكمة وفي نفس الوقت بس لك بتضقيق في الأمور ما أعملش زي اللي بيعملوا أنا ما أقدرش أعمل زي اللي بيعملوا لأن أنا تغيرت بقيت إنسان جديد واللي حقت نفله على أول الطريق لابد أن يكمل ولابد أن أنا أخذ بالي لألا أسقط في يوم من الأيام أصلاً لو أتحطيت في قاعدة أنا ممكن أقع يبقى البتر خير من إيه؟ من الاستجابة والتفكير وأخوة ودي مع نفسي أسنق بتضقيق إنك تقطع الأمور من بدايتها تقول آه أو تقول لا فخليك حكيم حكيم تصرف في الأمور بحكمة هتقول لي طيب يعني المشيها يعني دي حاجة بسيطة دي كتبة صغيرة أو ما فيه سعالب كتير مفسدة للقروب ودي سعالب ممكن تكون صغيرة لكن ممكن تضيعها تضيع العلاقة مع المسيح ولو ضاعت العلاقة أو وقعت في الخية زي ما بقول تلاقي نفسك إبليس يجي لك ما أنت وقعت المشكلة بقى خلاص كمل وكمل الطريق بتاعك لا أخبان أسنق بتضقيق كحكيم أسلك بالتضقيق في كل حاجة قال له تضيع فرص كتير مني في فرص كتير ممكن تضيع بسبب عدل التضقيق زي يا كنيسة قومي بالإيه أنا حرست إنها تكون دي آخر ترنيبة لأن الحكيمات والجهلات كل واحد كان معه مصباح لكن مع كل واحد فيهم كان مصباح فيه جزء كان المصابيح بتاعته ما فهاش زيت سميناه من إيه؟ وأنا متهياء لي بونس الرسول وهو بيكتب الكلمة دي كن كجهلاء بل كحكماء أنا متهياء لي كان يتعينوا على المثل بتاع الإيه؟ بتاع العذارة الحكيمات والجهلات أنا متهياء لي كان يتعينوا على دي لأن فيه ناس راحت وكل راح ويا بخت اللي بييجي وحن لكن هل أنا جاي مجاهز نفسي ولا لأ؟ أنا مجاهز نفسي ولا لأ؟ فيه ناس جاي مجاهزة نفسها عشان تتكلم معنا حواليها فيه ناس مجاهزة نفسها عشان هدف معين جاي لي لكن فيه ناس تانية جاية هدفها وعينها على المسيح بتسرب بتطقيق بتسرب بتطقيق انت رايح ليه؟ ما انت جاي كلهم رايحين العرس كلهم رايحين يا أبن المسيح والكل رايح بس فيه ناس جاية مستعدة وفيه ناس جاية شو استعدت؟ ده عدم ايه؟ مجاي ليش مستعدة ده عدم ايه؟ عدم حكمة منه ضعت الفرصة ولا ما ضعتش من الجاهلات؟ ضعت، ضعت، ليه؟ لأني ما عندهمش نوع من الحكمة السلوك بتطقيق يعني انك تكون حكيم في كل التصرفات بتاعتك صرت للايه؟ لليهودي؟ كيهودي، وصرت للايه؟ للأمم كأمم اه طيب، ليه يا بوليس الرسول؟ دي حكمة بقى اه؟ دي حكمة لأربح على كل حال ايه؟ كوم، انا عاوز اجيب ناس المسيحة، مش مشكلة اجابهم ازاي؟ بحكمة بحكمة ما جيش اقول الخاطئ انت خاطئ، انت وحش ما هي من بعيد عنه ما جابوها لغاية عنه تحت نجليه وقالوا لها، قالوا دي خاطئة ترجى بصدها كده صحبت علي ليه؟ لانهو جال للفئة دي مش جاي للناس دي هي بتقطحل الناس فيه الشهر قلت قول ده وحش ده فيه وفيه 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 هو مش جاي للناس دي لكن جاي للناس دي هي تعبانة الناس اللي هي حسة بجواء انها مش حلوة فالله قوم يا سيد اما داني كأحدا وأنا كمان مش بديني كتحرك نوع من الحكمة فخلي عندك الحكمة انك في الأمور بتاعت حياتك الاجتماعية لاللي الاسحاح اسمه الايه؟ السبات المسيحي في الحياة الايه؟ الاجتماعي فحياتك الاجتماعية خليك حكيم في تصرفاتك حكيم في علاقتك مع اللي حواليك حكيم مع الناس اكسب على على قد ما تقدر علاقات مع الناس ما تخليش الناس تكرهك اسلك بتطقيق وهو بيقولها كده اسلكوا بتطقيق بيتكلم الناس بتاع قفزه السهور بقولهم الكلمة دي من أجل السبات على التغيير انهم اتغيروا فيسبكوا يسبكوا في التغيير ده انا مهمة اوي ان انا اكون انسان مضطح ليه؟ من اجل حياتي اللي ما بعد الارض اللي ما بعد الارض هو انا مهمة ان انا ادقق طيب اخلص الامور اللي ورايا وبعد كده اتكلم انا محتاج ان انا اروح مشوار بكرة علشان اعمل حاجة انا اعمل حاجة مش مضبوطة بس عشان خلص امور وبعد كده بادقق مين قالك مين قالك انك ممكن تستنى البكرة مين قال مين قال مين قال لأي حد في الدنيا ان حياته هتستنى البكرة مين قال وفيش ولا واحد فينا ضمن لحظة واحدة من الايه؟ من العمر ابدأ التبقيق من امتى؟ من دلوقت مفترض ان ملاك جالك وقالك كده انت ادامك اسبوع وحياتك هتنتهي هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتسيب شغلك وهتسيب كل حاجة وتبتدي تاخد بالك تروح لقدسة الصحية وتيجي وتسلمني عن الناس وتزور الجنان اللي انت جرحتهم بكم كلمة ما تزعلوش مني حقققم علي انا غلطان وتروح لفلان وتروح لعلان وتيجي مع الكنيسة انا كنت باعد الكنيسة ساعة القداس لا انا هافضل ايه؟ انا هافضل واعف انا بقالي كتير موروحتش اعترافة انا رح لقاك باعترافه وقل له سامحني يا بونر بقالي كتير ما جتش انا جاي احترف النهاردة لا في حاجات كتير هتتغير ليه؟ لان قدامك ايه؟ اسبوع يبقى انا لازم اسنك بايه؟ بتطبيق في كل لحظة في يوم التبليق ده معناي يعني ان انا اكون حريص على اني مكنش في عندي زرة من الخطط التدقيق يعني ملبس جلابية اكبر من واقولها دي ماشي ماذا؟ التدقيق يعني ان انا ما سيبش الامور اخطئ فيها وبعد ما اخطئ ابرر لنفسها حاجات كتير اصلا انا ملقتش الجلابية العالم العاسي فانا النات هديك برحمة يلا زيب عبو يلا امش بيها اصلا انا غلط في الامر الفلاني اصلا انت متعرفش ان غلطي ليه؟ لاني فيه كذا وكذا وكذا واحد اتنين تلاتة طلعت مبررات متى لا التدقيق ان انا اكون حريص ان انا مفيش ظهرة من الخطط وما تضحش كمان اي نوع من الايه؟ المبررات التدقيق يعني انك انت ماشي مع ربنا الانسان المضاقق ده يعني هو ماشي في العلاقة مع الله هتقول انت الدروشت لا دي مش دروشت لكن دوت انا بكون حريص ان ارضي الله في علاقتي معاه انا برضيه في علاقتي معاه انا حريصة لده ما تقول ليش ان انا الدروشت كل العالم كل العالم ما يهموش ان كان نقعة ولا يقوم لكن انا يهمني ان انا مقاعش فلابد ان انا اسلك بهيه؟ بالتدقيق اسلك بالتدقيق في ايه؟ في كل كلمة انا بتكلمها مع الناس ولو الناس زعلت مني اوضح لهم ان انا يعني مقصودش ان انتوا بتفكروا فيه ووضح لهم الامور واعتزل لهم هو ده التدقيق اخد بالي من كل كلمة اخد بالي من كل فكر ممكن يجيلي اه لازم اخد بالي اخد بالي هل انا ماشي على قانون الروحي ولا لا؟ هل انا ماشي على صلواتي مع ربنا بقى فاتكلم معاه ولا لا؟ التدقيق يعني ابص لنفسي بيقولولي المهمة قوي انك تقرر الكتاب المقدس لان ده اتخريطة حياتك وهو اللي هيقولك ايه اعمل او ما تعملش بقى لك قد ايه مارضش الكتابك ده مش تدق اللي انت بتعمل ده مش بتدقق في حياتك وقانونك والروحي لان اكيد ابا اعترفك قالك ايه يا راك كتاب المقدس فين التدقيق فين التدقيق فين التدقيق في وقفة صلاة ما تعملش شيء زي الاخرين اللي في الكنيس التانية لما بيقعدوا احيانا يصلوا يروح حطين رجلة على رجلة وهم بيصلوا ايه ده تدقيق ايه اللي بتعمل ده ده مش مدققين خالص في حياتك ومعرفين فين التدقيق ده انا لو اقفة ده لرئيس الجمهورية هقف انتباه ما بلد بقى انك بتصلي وهو موجود معاك بتحط رجلة على رجلة تقعد تسمع كلمة وانتحطت رجلة على رجلة ده عدم احترام يمكن ده عادة عند الجماعة الشرقيين الجماعة الغربيين ممكن انها بيعتبرها حاجة عادية لكن عند ده احنا كناس شرقيين حيث انك تحط رجلة على رجلة قدام حد كبير ده امر ايه امر غير ملغوب فيه فما باتك بالله فما باتك بالله نكون مدققين في حياتنا مع الله ما بقاش جاي تعباي من برا ربنا هيسامحني المهم ان انا اصليله وانفذ جانون الروحي انا هاعط ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش انك تقعد دي دي حالات قليلة جدا الاباء الاعتراف بيديها للناس التعبابين جدا نصليوا انت نايم لانه هو مريض الفراش لكن قدام ربنا وانا في كامير صحتي يبقى لابد ان انا ايه اف اداء في الامور اداء في كل شيء اداء كمان في الوقت اداء في الوقت بضيعش وقتي لا تضيعش وقتك اسمك بتدقيق يعني ما تضيعش ايه وقتك في ناس بتضيع وقتها كتير ايه يعني لما اضيع ساعة ايه يعني لما اضل اضيع ساعات اروح فيها في اي حتة كده يعني هل بتضيع وقت مع ربنا كبير وانا لما باعد قدام ربنا انا ما بضيعش اذا انا باكتسب ايه باكتسب وقت هل انت بتقعد وقت طويل جدا مع ربنا علشان تقول اعمل ملاهي يومين ثلاثة في الاسبوع اطلع اتفرج الاسبوع ده في المسرح اطلع اتفرج في السينما اروح مش عارف ايه بلاقي ولاقي نفسي حياتي كلها كلها عبارة اه صحيح الدنيا دلوقتي ما بقتش زي اول صعب جدا تبقى تذكرة مسرح وصعب جدا الامور بقى الاقتصادية بقت ايه بقت عالية لكن في ناس بتقدر تضيع وقت ولا كان عايز اضيع ايه وقت اضيع وقت ازاي ايه يعني اضيعه في اي حاجة طب ما تكتسب وقتك تعالوا بصوا ان اقال لسانية ممكن تضيع تعالوا بصوا للفيلم اللي جيدا عبارة عن ثلاث دقائق ثلاث دقائق او دقيقتين ومص هتلاقي الامر المختلف ده في الكلمات اللي تكتب فيه تحت الفيلم ده في الكلمات دي ده في الكلمات 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 ده في ادفر تم ما Donald Trump اقالوا بهد.... اشتركوا في القناة 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 في مترو الأنفاق وكنت بطلع علشان أروح الشغل بتاعي التوقيت اللي أنا بطلع فيه تقريبا كان توقيت واحد يعني وتقريبا للقطر اللي بركب فيه هو نفس المعالي فكل الناس اللي موجودين في المترو أنا إيه عارفهم حفظهم أه صحيح مش عارف أسماءهم لكن حفظ إيه أشكلهم وبدور على حد أنا عارف ده هيقوم فين هيقوم من إيه محطة إيه علشان أنا أعود مطرحة ورح جاي ورح واقف جنب في مرة كانت فيه زحلة وتقريبا للناس اللي هي يعني بعود مطرحة ما كانتش موجودة فوقفت جنب إيه أحد الناس ووقفت جنبين وقعدت واقف كده أبص لقي وهو قاهد يروح فاتح ورقة ويروح قفل الورقة ويغمط عيني يروح فاتح الورقة ويروح قفل الورقة ويغمط عيني بيعمل إيه ده أنا مش عارف جال حب استطلاع أن أنا عاوز أقرب منه عشان أعرف هو ما بيعمل ما بيعمل إيه ما عرفتش لكن جف يوم من الأيام الكرسي اللي جاب بوه صدق وأنا وكنت واقف جنبي رحت قاعد مطرحة عاوز أبصك لإيه حب استطلاع عاوز أبصر الراجل ده كل يوم يطلع يمسك الورقة ويغفر الورقة يمسك الورقة ويغفر الورقة فحب الاستطلاع دفعني قوي 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 قاعد قوي انت تسألو قل لي أنا اسمي كاز قل لي الورقة المشكلة دي أسماء المخدومين عندي بحطوهم إداني وكل يوم بيعمل إيه؟ بصوا القول اللي جاي ده القول اللي جاي ده بيقول إيه قدس يوحنا الزهبي الفن الوقت ليس من الككم في الوقت الحاضر أنتم غرباء ورحل وأجنبيون أنت غريب هنا على الأرض أنت مش قاعد فلا تطلبوا القرامات ولا تبحثوا عن المجد ولا السلطة أو الانتقام احتملوا كل شيء مفتدين الوقت بصوا القديس يوحنا زهبي الفن ما عايزنا نكون مفتدين الوقت ما تضيعش وقتك من فضلك ما تضيعش الوقت بتاعك تقدر تستسمي الوقت بحاجات كتير يا ما بيقبلك ناس يقول لك صليلي يا ما بيقبلك ناس كتير عندهم مشاكل صليلهم طب أنا هعمل ايه؟ آه طب ما انت عندك أنت وحد تتفرق من الشباك أنت رواحي الشغل بتاعك في عربية الشغل واقع تصلي واتكلم مع ربانه فيه طرق كتير نقدر ما نضيعش بيها الوقت بتاعنا فيه طرق كتير قوي لكن بصراحة احنا آسات زه في تضيع الوقت مش معنى كلامي اني بقولك ما تتمتعش بالحياة مش معنى كلامي ده لكن ايه انا صحيح في العالم لكن العالم ما ايه؟ ما يعيش فيه ده المفروض ما يعيش فيه هتقول لي دي حياتك دي هتبقى صاحبة قوي اقولك لا هتبقى فيها تبتع هتبقى فيها نوع كتير من التغيير ليه؟ لأن المسيح هيديني نوع كبير قوي من التغيير كل يوم في علاقتي معاه من خلال كراءاته وهبتدى تحرك بيه فأنا النهاردة بتمتع بالوقت يعني عاوز تتفرج على المباراة تتفرج على المباراة بس مش كل طول اليوم تتفرج على المباراة يعني مش طول اليوم تقعد تتفرج تالي ما هقول لها دلوقت بقى تقلوات رياضية بس من كتير ها تخلص ذي تقلب عن ناحية تالية تتفرج على الايه؟ وضع اليوم كله في الايه؟ طيب فين؟ فين علاقتك بالله؟ فين التلقيت في علاقتك مع الله؟ الله أعطاني كل شيء من أجل التمتع بيها بس أسلك فيها بايه؟ لتدقيق مهمة قوي فيه ناس كتير كانوا مدققين كتير قوي كانوا مدققين زي مين؟ زي مين؟ داود داود كان مدقق هرد من شاوي ولما هرد من شاوي ما ضيعتش الوقت بتاعه طول ما هو ماشي بيعمل ايه؟ بيصلي وبيطلع علينا المزامل اللي انتم تقروها يبقى دا كان بيضيع وقت لا ما كانش بيضيع وقت وبيعمل ايه؟ دا حتى دا حتى الخرفان بتاعته اللي كان بيرعاها زمان ومصغير وماشي بيها وقاعد كان بيبصلها ويبتدي يتكلم مع ربنا الرب ليه راعي؟ مش انا راعي للخرفان ليه؟ انا راعي اه بس ربنا هو اللي ايه؟ الراعي ليه؟ في مراعي الخضر ايه؟ يربضنوا طيب ما انا جايبهم في المراعي الخضر لكن ربنا بيعمل معايا دا وطلع علينا داود امتع المزامير في الاوقات اللي هو كان فيها مطارد من مين؟ من شابة كان مطارد فيها وطلع علينا مزامير رائعة لكن الروعة في داود كمان انه مش كان مضقق في الوقت بس لا لما طلعا شاور يدور عليه علشان يقتله لان شاور كان عارف ان داود هياخد منه الملك قال لك لا لا ينفعش اطلع وراه وابحث عنه واعج يدور عليه في كل حتة يطلع من المغارة دي للمغارة دي في المغارة دي للمغارة دي لغاية ما جاه في يوم جهد دخل في المغارة هو جنود بتوعه ايه؟ نعم مين كان مستخبه في نفس المغارة؟ داود وأصدقائه اللي معاه؟ قالوا له وجالك لغاية ايه؟ فرصتك بقى دي فرصتك دي فرصتك دي فرصتك ام وخوص عليه مبهر 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 اللي يقوم ويخلص عليه ده مطارد وهو يا هو يموت يا شور يموت حدا من اللي الدين لكن ما قدرتش يسيبه فهو راح جاي وراح آجل وراح طلع وبص كده ليه شوره هو نايم ازاي امدت ايدي على المسيح الله؟ ازاي؟ مجلوش قلبه؟ فعمل ايه؟ قص جزء من الجلبية عرفونا ما قص جزء من الجلبية يقول الكتاب ايه؟ ضربه قلبه قلبه ضربه على قطع حتة من الايه؟ ايه ده التدقيق ده؟ ايه التدقيق ده؟ ده كمان ما كانش عايز يقص حتة من الجلبية؟ ازاي امدت يجي على حتة كمان من الجلبية؟ ايه التدقيق ده؟ ما عندك يا ده وجود؟ كان ليك الحق انك تقول ده مبارن لي ان انا بابوته؟ لكن ما عملش ده؟ واحد تاني برضو كان بيسلق بتدقيق غير عادي مع ان كل الظروف مهيئة ليه انه هو يقول يعني غصب العلم غصب العلم يوسف يوسف كان ابن 17-18 سنة وهو بيت فتفار شاب صغير وجات له وقربت ناحيته مرة واتنين ياخد بعض مقلة هجبلك حاجة وينشيه قالت له بس تعالى شدته في مرة اكيد اكيد يعني انا بتخيل ان هو فيش هتفرح مع ده جمي بيها غصبا عنه قالوا بتهيئة ليه قاعد يعمل كده اللي بيخلينا افكر في ده ان هو حاوز يبعد عنها لانه في دماغه مش هي لية اللي في دماغه انا في علاقتي مع الله فانا اريق منه ما قدرش اعمل اللي هي بتاع عيزاه حد تاني في مطرحه ستتقوني فرصة فرصة وانا شاب صغير وجواه شهوة كبيرة وجواه وتطالبات كبيرة المانعي مهرب خلاص بس تقول بالك مرة تجيب ايه مرة مرة تجيب مرة تلاقي نفس الدخاتف دوامة تانية لكن يوسف كان امين جدا كيف افعل هذا الشر العظيم بعدين واخطئ الى مين انا مش باختفى حق نفسي ولا باختفى حقا ربنا وانا مش عايز غير رضا الله عنه علشان كده عايز اتفكر في كل امور حياتك بتلقيق هو هتتساهل ابدا مع الخطيق هو هتتساهل ابدا ولا تطلع لنفسك اي مباملات عايز تمشي في علاقة حية مع الله حياة دقيقة وبقى دقق اكتر واكتر واكتر دقق 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 وخد بالك خد بالك من نفسك خد بالك من حياتك خد بالك من سلوكك خد بالك خد بالك لانك انت صورة سيدك خد بالك ما تعملش زي الاخرين دقق انت صورة سيدك انت نفس الصورة هم بيشوفوا المسيح فيك فدقق دقق في تصرفاتك خلي بالك خلي بالك من كل كلمة لانك انت ابن وبنت الملك فابن الملك ما يقولش اي حاجة عفشة زي بقيت الناس خد بالك خد بالك من كل حركة انت بتتحركها لانك بقيت صورة صورة للاخرين عن المسيح لجواك خد بالك خد بالك لان ربنا عايزك تكون حكيم في تصرفاتك دقق في كل الأمور خد بالك لانك انت مختلف دقق في كل حاجة انت مختلف عن بقيت الاخرين اللي برا انت مختلف انا مزيون حياة التضقيق اللي كان بيقولها النبوليس الرسول النغربة عايزنا نطلع في قفزات عالية في الحياة مع الله يا اما تاخد القفزة الكبيرة يا اما توقف مترحك يا اما تعمل الخطية وترجع لورا وتلاقي نفسك تهتم على التهين حاجة من الاتنين وكل ده بسبب ايه؟ التضقيق ربنا ادينا فعلا ان احنا كلنا نكون في الحياة ده علشان نكون على صورته وعلى مثاله لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد وإلى الأبد